الملك حمد العالمي للتعايش السلمي من إعلان مملكة البحرين في أوروبا والبدء من الجمهورية الإيطالية يصنع علامة فارقة في إطار تعزيز قيم ومبادئ وثيقة الإعلان التي تكرس التعايش السلمي في جميع صوره ومن جهته عبر السيد أنديريا بونزو المبعوث الخاص للحوار ما بين الأديان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية عبر عن السعادة لاختيار إيطاليا للبدء في تدشين وثيقة إعلان مملكة البحرين في أوروبا وأضاف أن الحفاظ على حرية المعتقدات وأحوار الأديان تمثل أهدافاً داعماً للمجتمعات المتماسكة من جهة أخرى قال السيد أرمن لشيت مؤسس ورئيس معهد الاتفاقية الإبراهيمية في برلين أن الانفتاح الذي تعيشه مملكة البحرين وتعزيز سبل الحوار والتعايش السلمي قد عزز من الشعور بالإنسانية في المجتمع وأشار بأن إعلان مملكة البحرين قد أضاف مفهوماً جديداً في إطار الاحترام المتبادل والقبول فيما أكدت السيدة بيتسي ماثيوسون نائب رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي على أن إعلان مملكة البحرين الوثيقة هذه يأتي ليؤكد على أن إعلان مملكة البحرين هو الوثيقة التأسيسية لجميع أعمال مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي هذا وتم خلال حفل التدشين تكريم الطلبة البلغ عددهم 100 طالب من منتسبي كرسي الملك حمد لحرية الأديان والتعايش السلمي لمشاركتهم في مؤتمر الجهل عدو السلام رسالة سلام إلى جميع أنحاء أوروبا من العاصمة الإيطالية روما وثيقة إعلان مملكة البحرين دوشينت هنا تحقيقا للرؤية النيرة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لتترجم القيم الأصيل النابعة من مملكة السلام وتعطي درسا تاريخيا للعالم أجمع باستخدام مملكة البحرين لأعظم قوى الخير فخلال حفل تتشين وثيقة إعلان مملكة البحرين أكدت المملكة سيرها على مبادئها الراسخة في مجال التعايش السلمي على أرض الواقع من خلال تكريم خريجي برامج كرسي الملك حمد للتعايش السلمي تلك البرامج المميزة التي حققت نجاحات عدة في شتى المجالات ولفتت أنظار العالم بتقديم المملكة كنموذج رائد للتعايش السلمي محليا وإقليميا ودوليا هذا الإعلان لمملكة البحرين يجسد رؤية جلالة الملك للسلام والتعايش بين الأديان وبين الناس لأن الأديان عمرها ما كانت للحرب فنظرة جلالة الملك هي نظرة مستقبلية للعالم نظرة يسودها السلام يريد أن يكون هناك سلام فكلما كان هناك سلام صارت البشرية تعيش في سعادة وفي رخاء أيضا فبالتالي التجشين في 2018 كرسيل جلالة الملك في جامعة سان بيانزا هنا في روما حيطاليا هي بداية العمل من أجل السلام صراحة اليوم في حوالي مئات الطلبة تخرجوا وما زالوا في طلبة جدد أيضا يدرسون ومن جميع أنحاء العالم وليس فقط من البحرين من الخليج من أوروبا من جميع أنحاء العالم فبهذه الطريقة هذول الشباب يكونون النواة من أجل عمل السلام في أنحاء العالم هذا الحفل الثري يأتي تحت رعاية جلالة الملك المعطم حفظه الله ورعاه بحضور رفيع المستوى وبحضور الطلبة من كرسي الملك حمد للتعايش السلمي الذين تخرجوا من مختلف البرامج ليؤكدوا عظم مملكة البحرين على تخريج جيل الشاب يتسم بالوعي وينقل القيم الحميدة إعلان مملكة البحرين أكد على خمس أسس وهي حرية الاعتقاد الديني وحرية الاختيار وإرادة الله والحقوق والمسؤوليات الدينية والإيمان الذي أشار له عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لأنه ما يضيء الدربة للسلام وثيقة إعلان مملكة البحرين وثيقة مهمة لمختلف الأديان والثقافات ومملكة البحرين كانت سباقة في هذا المجال من أجل نشر السلام نحن ممتنون لمملكة البحرين على اختيار روما لتتشين وثيقة إعلان مملكة البحرين لجميع أنحاء أوروبا ونقدر الالتزام من قبل المملكة بنشر قيم السلام من خلال رؤيتنا اليوم لهذا العدد الكبير من خريجي كرسي الملك حمد للتعايش السلمي حضور هذا العدد الكبير من طلبة كرسي الملك حمد للتعايش السلمي في حفل تدشين وثيقة إعلان مملكة البحرين لجميع أنحاء أوروبا يؤكد تحقيق الهدف الأساسي في محو الجهل للوصول إلى السلام العالمي وخصوصا من قبل الجيل الشاب تجربة تاريخية فريدة مرت على مملكة البحرين منذ قرون مكنتها من التسييد ونشر دعوة السلام والرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أكدت مضي المملكة بكل عزم على مواصلة دربها لنشر هذه القيم للعالم أجمع شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر